الطبية مستشفى الحكوم النباطية بعد كشف الجديد فضيحة اتحاد بلديات الشقيف النباطي من خلال توثيق نقل شركة بصل حمولة أربع شاحنات إلى مكب الكفور المفترض أن يكون مطمرا للعوادم بعد موافقة وزيري البيئة والمال خرج رئيس الاتحاد محمد جابر بمؤتمر صحفي يشوبه كثير من المغلطات فذكر أن الاتحاد كان قد بدأ تنفيذ أشغال تأهيل المطمر وقال إنه في أثناء إرسال الاتحاد جرافة لإعداد المطمر فوجئ بتحرك بعض الأهالي في الكفور وتحدث رئيس الاتحاد في مؤتمره عن إجماع الحاضرين على فتح مطمر الكفور للعوادم أما الرد على مؤتمر رئيس الاتحاد فكان أن أرسل جابر جرافة وأربع آليات لرمي النفايات حيث لا تأهيل ولا عوادم وقد اعترف بصل في أثناء التحقيق معه أن محمد جابر هو من طلب إليه ذلك فيه كم شحب السفيدين على حساب صحة ابناء الضائعة نحن من حنو سيئة رئيس الاتحاد الدكتور رحمد جابر أما فيما خص حديث جابر عن إجماع على قرار الاتحاد فتح المطمر فتثبت هذه الوثيقة أن لا إجماع بل أكثرية وعالمة الجديد أن عدد من رؤساء البلديات كانوا حاضرين في الجلسة ولم يوقعوا القرار عدم خلافاته على الأرض يحاول الاتحاد تضليل الرأي العام من خلال مؤتمراته وبياناته ولافتاته ليتحول إلى اتحاد لإصدار البيانات وتعليق اللافتات التي لا تجد نفعا أمام الضرر البيئي والصحي الذي يرحقه فشل الاتحاد في ملف النفايات ترجمة نانسي قنقر